اللي الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا الحلويين في الصف الخامس الابتدائي زيكم عاملين إيه إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة هنعمل ريفيجين كده على يونت 1 و 2 عشان نبقى مستعدين للمتحان إن شاء الله حتى اللي عنده حاجات مش مذاكرها أو مش كويسة معها قوي يعني بإذن الله هنحاول المهما مع بعض في المراجعة دي هنشتغل مع بعض من الانتر اكتف نوت بوك اللي هي الكراسة التفاعلية بتاعة المعاصر يلا بينا مع بعض معكم اسمي الكنساو انجليش يلا بينا عندنا مع بعض أول سؤال بيقول لي نمبر وان بيقول لي نقط سبيس مانجوز in our garden يعني إحنا إيه المانجوز طبعا المانجا in our garden في الحديقة بتاعتنا يبقى وي إيه we bake bake يعني نخبس ولا grow نزرع ولا boil boil معناه يغلي أو يسلق mix يعني يخلط بنعمل إيه في المانجا في الجاردن بتاعتنا طبعا هتبقى we grow mangoes يعني إحنا بنزرع المانجا in our garden في حديقتنا نمبر تو بيقول لي my uncle has chickens يعني عمي عنده إيه chickens يعني دجاج هي إيه هو إيه fresh eggs every day يعني بيت طازق كل يوم يبقى هي إيه collects بيجمع ولا chops يقطع ولا races race يعني يتسابق ولا grows يزرع الفرش eggs هو عنده chickens الفرش eggs بيعمل فيهم إيه every day كل يوم طبعا collects collects يعني إيه يعني يجمع طيب نمبر سري بيقول لي what's your favorite favorite معناه المفضل what's your favorite space food طعم فجاوب قال لي chicken chicken طبعا يعني اللي هي إيه الفراخ هيبقى إيه الجواب healthy healthy معناها صحي ولا hot يعني ساخن نقول إيه healthy food طعامك healthy يعني صحي ولا your favorite hot food يعني طعامك المفضل الصخ ولا بادئ السيء ولا أنا healthy غير الصحي طبعا الإجابة هتبقى what's your favorite healthy food ما هو طعامك الصحي المفضل لأن الشيكن طبعا إيه healthy food number four بيقول لي عندي space وبعدين بيقول لي has a lot of juice يعني عنده عصير كتير that's sour اللي هو إيه sour يعني حامب like a lemon زي الليمون كده الحامب ها هي بقى pine apple ananese ولا mango ولا mango يعني manga ولا lime اللي هو lime الليم أوكي ولا carrot اللي هو الإيه الجزر طبعا الليمون عارفين اللي هو الليمون الأصفر الليم الليمون الأخضر اللي هو الحامض ها pine apple pine apple اللي هو الأنانيس الأنانيس بيبقى طعمه sour شوية وبيبقى فيه طبعا يعني عصارة بيبقى فيه جوس كتير check peas are an important check peas طبعا عارفينه اللي هو نباتة الحمص are an important in mini recipes like كشري زي الكشري أي بقى check peas الحمص are an important يعني إيه بقى مهم important juice عصير مهم ولا important fruit فكهة مهمة ولا important vegetable خضار مهم ولا important ingredient ingredient معناها مكون in mini recipes like كشري في الكثير من الوصفات زي الكشري طبعا هتبقى ingredient check peas belong to a group of foods called e check peas ده الحمص ينتمي إلى belong belong to يعني ينتمي إلى a group of foods يعني مجموعة غذائية called تسمى e limes 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 ولا lemons ولا legumes ولا ingredients طبعا الإجابة هتبقى legumes legumes اللي هو l-e ها ها البقوليات مش limes ولا lemons اللي هم أنواع الليمون ولا ingredients مكونات طبعا هتبقى legumes بقوليات we grow ملوكية احنا بنزع ملوكية in our garden في حديقتنا we make it انتو بنحولها لقيها soup صابون soap شربة salt ملح ولا هيومس هيومس ده اللي هو بتبقى طبقه كده فيه التربة لونها يعني اسود أو بني غيم عبارة عن بقايا النباتات اللي تحللت فيه التربة ودي بتدخصوبة التربة طبعا الملوكية ملاش علاقة يعني بيها we grow ملوكية in our garden we make it into ايه بنحولها لقيه اكيد طبعا soap يعني شربة افود ها space choose how plants and animals get their energy يعني بيبين ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة الطاقة بتاعتهم اللي هما محتاجينها تبقى افود ايه افود square square مربع ولا triangle مسلس ولا chain سلسلة ولا rectangle مستطيل طبعا هتبقى افود chain يعني السلسلة الغذائية سلسلة غذائية مثلا زي ما اقول rabbit feed on green plants يعني الارنبتغز على نبتات خضراء وبعدين يجي ايه تاني يجي مثلا fox feed on the rabbit يبقى الاول كان ال rabbit feeds on green plants وبعدين fox feeds on the rabbit وبعدين وهكزا يعني هي اسمها ايه food chain food chain يعني سلسلة ايه غذائية food ايه chain plants and trees are called النباتات والاشقاب ويسموا ايه producers منتجين consumers مستهلكين predators predators اللي هما مفترسين الحيوات المفترسة ولا ingredients يعني مكونات طبعا plants and trees are called producers منتجين لان هما بينتجوا غذائهم بنفسهم يعني كائنات ذاتية التغذية the sun الشمس space energy for plants بتعمل ايه الطاقة للنباتات احنا عارفين ان النباتات علشان تكون غذائها بنفسها محتاجة ايه عادة عناصر زي الكربون دايكوسايد زي محتاجة الووتر والسولس من الطربة ومحتاجة كمان sun light دوء الشمس مهم جدا جدا عشان النباتات دي تقدر ان هي produce تنتج الانيرجي الطاقة يبقى ذا sun نقول ايه تيكز بتاخد ولا نيدز تحتاج ولا provides تمد او تزود ولا يعني تحضر او يعني يحصل على يعني طبعا provides الانيرجي او حيوانات اخرى من اجل ايه ها انيرجي طاقة ولا ووتر مية ولا قائمة ولا صن شمس طبعا ايه 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 او ايه 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 او الشربات يعني اللي بنحطه على البسبوسة ها نقول ايه نقول اجمع السيرب ولا اعمل السيرب على البسبوسة ولا اخبز ولا بور 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 معناه يصب الجبهة بقي بور ده سيرب يعني صب السيرب ايه او ده بسبوسة هنا برضو عندي بيقول is a very big person يعني شخص ايه very big ضخم جدا ها هو مين producer منتج ولا giant عملاق ولا monster وحش ولا consumer يعني ايه مستهلك ها هتبقى طبعا الاجابة giant يعني ايه عملاق هنا برضو عندي سبيس بيقول لي معناها ان انت يعني تلتقط شيء ما بسرعة يعني كأنك بتخطفه او تنتزعه معناها ايه سل يبيه grab يعني ينتزع او يخطف ولا shop يقطع ولا buy يشتري طبعا اجابة تبقى grab معناها ايه معناها يخطف او ينتزع كيه ايه عندي هنا number 15 بيقول لي space means to cut something down معناها انك تقطع ايه تقطع اي شيء يعني تقطع شيء طبعا الاجابة هتبقى chop chop means to cut something down my favorite thing to يعني الشيء مفضل عندي to space is بسبوسة هو البسبوسة يبقى to boil يعني اغلي او اسلقه ولا bake اخبزه في الفرن ولا grow ازرق ولا turn يعني ادوره او الفه طبعا الاجابة هتبقى bake يعني يخبز يخبز في الفرن you can use a انت تستطيع انك تستخدم e to make diamond sorry to make diamond shapes عشان تعمل اشكال زي حبات المس كده on top of the بسبوسة على سطح او اعلى البسبوسة تستخدم e fork shuka ولا knife سكينة ولا spoon معلقة ولا cup يعني كباية طبعا بستخدم knife يعني سكينة ايه عندي هنا برضو السؤال ده بيقول would you like هل تود او هل تحب او هل توريد space apple 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 يعني ايه تفاحة الشرسز اللي عندي الخيارات اللي عندي بيقول ايه an برضو تيجي قدام الاسم المفرد بس يكون بادئ be vowel be vowel sound يعني صوت e vowel اللي هو الصوت المتحرك طيب اني تيجي في النفي او في السؤال جملة عندي مش نفي وبعدين جملة عندي ايه هنا اسلوب ايه عرض بقول would you like apple يعني هل تحب كان بعرض على الحد some تيجي في اسلوب العرض بس يجي بعدها ايه جمع يبقى الاجابة الصحيحة عندي هتبقى an would you like an apple would you like an apple يعني هل تود او هل تريد تفاحة number two excuse me معذرة can i ask you هل يمكن اني انا اسألك space questions اسئلة please من فضلك questions ان اخب بلنا جمع يعني مش هينفع نقول a ولا an طيب الاسلوب عندي اسلوب ايه ده اسلوب طلب اسلوب طلب يبقى استخدم some ما ينفعش نستخدم any او excuse me can i ask you some questions هل يمكن اني انا اسألك بعض الاسئلة number three how about some oranges please يعني بعض البرتقالات ايه من فضلك يبقى how about how about ايه how about معناها ماذا عن او ما رأيك في كن بحب اخد رأي حد في حاجة اقوله how about يجي بعدها verb plus ing يجي بعدها noun اسم او verb plus ing يبقى how about ايه ما ينفعش اقول to buy ولا buys ولا buy verb plus ing تبقى buying i would like انا يعني احب او انا اريد space eggs please يعني بيض من فضلك يبقى ايه 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 اي بيض ولا some ولا مش ولا little الاجابة هتبقى some eggs بعض من البايد ايه please من فضلك some دي معناها بعض يجي بعدها اسم سواء كان countable اسم جمع سواء countable يعني يعد او uncountable لا يعد يجي بعدها اسم جمع سواء كان معدود معدود زي oranges مثلا او uncountable غير معدود زي مثلا water juice salt كيه ويتيجي فيه الجملة المثبتة ويتيجي برضو فيه اسلوب العرض لما بعرض حاجة على حد او الطلب اما بطلب شيء من حد هنا number five يقول لي are there يعني هل يوجد tomates in the fridge طماطم في التلاجة اقول ايه هل يوجد ايه هنا الاسلوب عندي ده سؤال مش جملة مثبتة مش جملة يعني خبرية ما هوش جملة خبرية وفي نفس الوقت مش اسلوب عرض ولا طلب ده انا بسأل سؤال هستخدم ايه في السؤال في السؤال بستخدم اني اني يعني اي اني بتيجي في السؤال وبتيجي في الجملة المنفية هل يوجد اي طماطم في التلاجة can i have يعني هل يمكنني ايه تي بليز اتناول انا اتناول ايه بعض الشاي من فضلك ده اسلوب طلب يبقى الصم على طول can i have some tea بليز ده اسلوب طلب he hasn't got he hasn't got يعني ايه هو ما عندوش ايه ها ده ايه نفي اه اسلوب نفي اقول he hasn't got هو ليس لديه ايه pits pits يعني حيوانات اليفة اقول ايه some بعض ولا any ولا a ولا much طبعا قلنا في النفي بستخدم any he hasn't got any pits ليس لديه اي حيوانات اليفة is there هل يوجد space tv in the living room يعني تلفزيون في غرفة المعيشة اقول ايه is there هو تلفزيون واحد مش جمع يبقى اقول ايه ها اقولوا كده معاي is there a tv ولا an tv ولا some tv ولا much tv اقول ايه is there a tv هل يوجد تلفز in the living room في غرفة المعيشة there are space books on the disk يعني كتب على المكتب يبقى الزرار ايه ينفع اقول any اي اي any تيجي فيه النفي والسؤال some بعض ولا little قليل ولا a طبعا books جمع منفعش a هنستخدم معاها ايه some some books بعض الايه الكتب there aren't لا يوجد space cats in the garden اطط في الحديقة يبقى there aren't طبعا الجملة النفي هنا مغمط استخدم any there aren't any cats in the garden لا يوجد اي قطط في the garden i don't put انا لم اضع salt on my food ملح في الطعام بتاعي i don't like it يعني الجزرة بتكون ايه ها ايه and vegetable طبعا and بتيجي قدام الاسم اللي بدأ بفول vegetable بدأ بايه بconsonant some لا vegetable مفرد a طبعا هتبقى ايه a carrot is a vegetable i'm hungry انا جائع let's make يعني هيا نصنع ايه sandwiches هيا نصنع ايه هتبقى ايه بقى an ولا a ولا any ولا some هتبقى some sandwiches let's make some sandwiches they have got they have got هم عندهم هم لديهم ايه هم عندهم ايه ها house in cairo منزل في القاهرة او الان house لأ ان بتيجي قدام الاسم اللي بدأ بفول تبقى ايه house مفرد تبقى a house is there هل يوجد water in the bottle يعني مية في الزجاجة ده ايه ده سؤال يبقى اقول ايه is there any water in the bottle هل يوجد اي ماء في الزجاجة ده سؤال بستخدم ايه اكي السؤال ده هنا بيقولي number one بيقولي what's your favorite space فرد ال liverpool طبعا كلنا عارفين ان liverpool ده هو فريق ايه كرة قدم يعني اللي بيحب محمد صلاح اكيد عارفه what's your favorite ايه match الماش بتاعك المفضل ولا team يعني فريق ولا sport رياضة ولا athlete طبعا هتبقى الجواب هيبقى what's your favorite ايه team team يعني ايه فريق ما هو فريقك ايه المفضل i am good ايه انا جيد فيه planting trees planting trees يعني زراعة ايه الاشجار but i am bad ايه لكني سيئ في ايه ها dinner العشاء بص هو good ايه او bad ايه ييجي بعدها في verb plus ايه يبقى but i am bad ايه انا سيئ في ايه doing dinner يعني والdon't معناها فعل talking تحدث making يعني صنع playing لعب يبقى i am bad انا سيئ في ايه طبعا هتبقى making dinner يعني صنع او اعداد العشاء هنا بيقول what sport do you watch on tv ما هي الرياضة اللي بتشاهدها على التلفز فرد قال له ايه هتبقى ايه الرياضة بقى shade هتبقى shade shade معناها ظل nightmare معناها كابوس kung fu رياضة ال kung fu ولا acid acid معناها حامض او حمض فطبعا الاجابة هتبقى عندي kung fu هيدي الرياضة الموجود ما فيش غيرها we use air احنا بنستخدم air to make the air smell better in the in the air house عشان نخلي الهوى يعني ريحته تبقى منعشة اكتر او افضل يعني تكون افضل في المنسل بنستخدم air fresheners air fresheners اللي هي معطرات الهواء ولا emissions يعني انبعاسات ولا balons ولا green houses green houses اللي هي اللي هي اللي هي زي الصوب يعني الزراعية طبعا هتبقى we use air air fresheners ا ولا ان space is a bad dream يعني حلم سيء هو ايه الحلم السيء لسه قالينه nightmare يعني كابوس monkeys are good ات يعني القروض جيدة في ايه climbing تسلق walking المش ولا doing فعل ولا tiding ترتيب trees الاشجار طبعا good good ات جيدة في climbing climbing a trees القفز على الاشجار ok ok number seven عندي بيقول we play tennis in the a بنلعب تنس في e طبعا نعرفين ملعب تنس قلنا اسم e tennis e tennis court tennis court ملعب كورت القدم اسم e football pitch we play tennis in the e in the court i love space because i am good at doing high kicks عشان انا جايت في ايه في عمل ايه ركلات عالية ركلات كده بالقدم عالية ايه الرياضة يعني دائما بيقى فيها ايه ضرب وراكل بالقدم كده ها tennis ولا karate ولا swimming ولا squash طبعا karate we use a to play squash بنستخدم ايه عشان نلعب squash ها racket مضرب ولا سود بدلة ولا boot اللي هو الحزاء الرياضي ولا palm قصيدة طبعا بنستخدم racket يعني مضرب a ولا an glass building glass building يعني مبنى زوجاجي use the four growing plants بيستخدم لزراعة النباتات nightmare كبوس acid يعني حامب ولا greenhouse صوبة الزراعية ولا سود طبعا هتبقى green house هداية ونزا bronze هداية طبعا يعني بطلة رياضية فازت ب bronze at the rio olympics in 20 16 فازت ايه بل ايه bronze ايه medal ميدالية ولا رنج خاتم ولا bracelet ها اسورة ولا necklace اللي هي سلسلة طبعا bronze medal يعني الميدالية البرونزية we eat fruit from trees بنأكل فواكه من الشجرة من الأشجار and sit in zero ايه وبنجلس في ايه on hot days في الأيام الحارة بنجلس في ايه ها green house ولا shade ولا court ولا pool طبعا هتبقى shade shade المقصود بها ايه الظل i am good at swimming because i ايه انا جايد في السباحة لان انا ايه i space a lot i have a lot والhave معناها عندي أولادية ولا waste waste معناها أسرف ولا practice بيتضرب ولا hate أقرأ طبعا practice يعني اطمرن او اضرب a lot يعني كتير هداية one many important هداية phase b many important ايه chords ولا words كلمات ولا awards جوائز ولا pitches طبعا هتبقى many importance awards awards يعني معناها جوائز او مكافئات we can't breathe because the ear is black and e مش قادرين تنفس لأن الهواء ايه black اسود و ايه كمان lovely جميل toxic 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 معناها سام او غير نقي ولا clean نظيف ولا fresh هو fresh يعني نقي طبعا مش قادرين تنفس اكيد اذا مش قادرين تنفس we الهواء black اسود يبقى ايه toxic يعني ايه غير صحي او سام ايه عندي هنا برضو السؤال ده بيقول ايه بيقول ايه الاقواص عندي كلمات انا هكتبها بس هكتبها صح بيقول ايه انا جيد في ايه كتب لي play طبعا قلنا good at bad at يجي بعدهم verb plus ing يبقى i am good at playing tennis في لعبة tennis my mother is very good at ايه write لا writing stories و هنشيل ال ايه ونحط ing على طول لان الفرب عندي منتهي ب ايه في كلمة write وال ايه ما بتنطقش يعني ما بننطقهاش فعشان كده هنشيلها ونحط ing لو ايه بتتنطق زي كلمة c s e هنسابها وش هنحزف ايه ونحط ing يبقى هنا هنحط ing ونشيل حرف e we are bad we're bad يعني احنا سيئين بيقول لي ان لأ طبعا بعد نقولنا bad at good at we are bad at speaking german في تحدث بالالمانية they are great at هما يعني رائعين at ايه help help طبعا الصح هتبقى helping قلنا good at verbi plus ing helping their mom in the kitchen she is very good at make برضو هتبقى making cakes هنا عندي بولي ايه السؤال ده بولي i am very good at space ing انا جايد في english speak ولا speaks ولا spoke ولا speaking طبعا الاجابة الصحة هتبقى speaking english speaking english okay number two بيقول لي she is very bad she is very bad يعني هي سيئة جدا at making cakes في عمل كيكة but she is good at لكنها جيدة في ايه space وجايب لي شاورمة at ايه بقى make ولا making ولا makes ولا made طبعا هتبقى at making ايه شاورمة في عمل الشاورمة he is good space playing tennis في لعب ايه التنس او good ايه he is good for ولا to ولا at ولا with طبعا هتبقى he is good at playing tennis i am good at playing ولا swimming ولا table tennis ولا doing playing يعني لعب swimming سباحة table tennis اللي هي tennis طولة doing ده يعني فعل فعل because i can move fast لان انا بقدر اتحرك بسرعة حركة سريعة يبقى انا جايد في الرياضة اللي هي محتاجة حركة سريعة هي ايه طبعا هتبقى swimming السباحة what sport are you ايه ما هي الرياضة اللي انت ايه ات فيها اللي ورد ال karate يبقى heavy ات ولا angry heavy معناها سقيل angry يعني غاضب beautiful جميل great يعني رائع طبعا هتبقى great what sport are you great ات فرد ال ايه ال karate كده نكون يعني خلصنا ريفيجن على unit 1 و unit 2 لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش like وشير وصابسكرايب القناة وشبكوال خير good boy